اشتركوا في القناة 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 عن علاقته بالمرأة وعن إصراره على تبني قضاياها وأيضا تكريس شعره ولغته للمرأة لغزلها فحكينا عن هذه المرأة بشعر نزار وقلنا أنه كتب عذري وكتب إباحي بالمرأة. يعني الاثنين كانوا خليط بقصيدة نزار إباني تجاه المرأة لأنه حبيت شير لهذا الموضوع لأنه بينعرف بشكل عام أنه نزار بس تكلم عن جسد المرأة هيك الناس تعرف أو كان إباحيا أو كان جريئا أو كان فاحش ولكن هو كان متقدم من نسبة العصره هذا الشيء أكيد ولكن لا كمان نزار عالج المرأة بطريقة راقي بطريقة جميلة نبيلة وحاول روحها لأنه العالم ما معودي على هيك لغاية ما معودي ودايما لأنه بيجذبها هيدا الموضوع تتذكروا تتذكروا بالوقت اللي ما بتنتبه لأشياء تانية بالضبط مضبوط لأني إذا أصلا بالشعر الحديث يعني إحنا قالنا في حب عذري غزة العذري وغزة الإباحي العذري هو حوار الروح للروح والإباح الجسد للجسد بالشعر القديم كان واضح إنه هيدا عذري مصنف وهيدا إباحي بينما بالشعر الحديث منلاقي بالقصيد بتختلط تتوحد مزيج صارت مخاطبة للمرأة غير وكمان خبرنا هذيك المرة إنه المرأة اختلفت بالقصيدة بين القديم والحديث كأنها كائن آخر صارت هي يعني لا تقبل أي خطاب أو أي غزل ما بيمروا عليها حيالا كلمة يعني فكمان انتبهوا الشعراء لهذا الموضوع والإشياء بتتطور مع بعضها إلا سعيد عقل اخترت أصيدي ما كتير متداولة وما غنت ما غنوها عشان نعرف الناس على أصيدي جديدة وكان في بغداد يا حبيبتي خليفة له ابنة جميلة عيونها طيران أخضران وشعرها قصيدة طويلة سعى إليها الملوك والقياصرة وقدموا مهرا لها قوافل العبيد والذهب وقدموا تيجانهم على صحاف من ذهب ومن بلاد الهند جاءها أمير ومن بلاد الصين جاءها الحرير لكنما الأميرة الجميلة لم تقبل الملوك والقصور والجواهر كانت تحب شاعر يلقي على شرفتها كل مساء وردة جميلة وكلمة جميلة حبت تفوت بنزار هذا الرومانس اللي منه جسدي منه ماد بالعكس كان عم يحكي عن أنه قدي المرأة هي عقل وهي قلب يعني اليوم نعم فكل هول اللي إجوها ما كتير هم هم شاعر هذه نغمة حلوة للشعراء لأصدقائنا اللي عم تابعونا فإذن سعيد عقل لازينا سعيد عقل هذا الشاعر الجميل جدا اللبناني الذي نفتخر به طبعا اللي كان عنده يعني شاعر حفظناه عن ظهري قلب وأغاني غنت وكمان حفظناها وكمان كان فيه إشكالية بشخصيته مواقفه الحاسمة السياسية والاجتماعية والحياتية يعني لم يكن شخص عادي هو عادة الشاعر بيعمل إشكالية وكل من يعني من لا يحرك ساكن في الحياة يعني يعني تجي على الحياة بيعمل مشكلة بيعمل إشكالية بيعمل إشكالية بيعمل إشكالية بيعمل إشكالية بيعمل إشكالية يعني تكون عم تعمل مشكلة من خلال ألميك من خلال أدبك بيكون قدي هذا الشيء راقي وبذات الوقت قدي يمكن أنه يفسر بطرق مختلفة حسب كل شخص كيف هو عباله أنه يسهم الأمر صح فمن هيك سعيد عقل ترك هذه البصمة العميقة بنفوسنا بغض النظر إذا فيه ناس موافقين على مواقفه موافقين على شعره على كيف عالج المرأة وكيف غزلة بشعره هلأ أريت أنا مقطع هيك بيقوله أنه سعيد عقل أعادة للمرأة تاجة وقدسيتها وجعلها كائن يحب ويعبد هلأ هنها عم بيحكوا شيء إيجابي بس هل المرأة تريد هذا بعض النساء لكل مرأة سيميتا كاركتيرا محبتا للإشياء كيف تخاطب هي أكيد أنه المرأة تريد ذلك تريد هذا التاج فيه نساء لا بيحبوا يخاطبوا بغزل يعني جري يباحي وجسدي المرأة أنا بحيث أنه فيها تلعب الدورين لأنه ما فيه مرأة كمانا لنكون واقعيين مش عم نحكي عن الماديات بس أنه المرأة عامة هي جمال مش الجمال اللي مرسوم اليوم يعني هيدا هو الجمال الصح شيء كتير خاص جزبيلي جزبيلي فيه ممكن شخص شوفه هو شخص شوفه لا صحيح فهلأ سعيد عقل تناول المرأة بطريقة كتير يعني حس شو بقوله معنوية يعني لم يتحسس المرأة فمنشوف نحن بشعره أنه هذه المرأة ليست مرأة موجودة على الأرض ليست من لحم ودم ليست مرأة محسوسة طب مين هي هالمرأة اللي عم يحكي عنها هل هي مقدسة هل هي خيال هل هي لم يلمسها طب وبيزيد السؤال علينا شو اللي بيزيد علينا السؤال وبصر أنه نحن نسأل هيدا المرأة اللي عم بيخطبها واللي قدسها واللي قال ما تدقروها بيزيد علينا هيدا السؤال وبصر هو أنه انتحار زوجته بعد خمسين يوم اللي اسمه أعمال جنبلات طلعت على البنية وزتت حالة انتحرت وكانت مغرمة به وكانت منطائفة أخرى فليش انتحرت شو مشكلة الجسدية تبقيت سعيد عقل وهل هذا نعكس على أنه لا تلمسوا هذه المرأة يعني هذه الإشكالية تبقيت علاقته بالمرأة المحسوسة مش المرأة اللي بالشعر يعني كانت نوعا ما المرأة اللي بالشعر هي مرأة خيال مرأة مش موجودة مش موجودة وهو قدس أصلا أمه حتى قدسها وقدس النساء من بعده حتى في حوار سؤل سعيد عقل أنه كم مرأة أحببت قال رد قال أحبتني ثمانية ثمانية نساء رجع عاد السؤال أظن زاهي زاهي وهبي نعم أم رجع عاد الجواب أنه حبتني ثماني نساء يا عم طب أنت ما حبت شوفي ما هو الشعراء نرجسيين على فكرة والأنا طبعولهم كتير عالة أنه أنا حبت بس أنا ما حبت عرفت كيف واللي حبتوا انتحر يعني مش بس الشعراء يعني كل الرجال كل الرجال بس أنا أكتر شي شعراء أنه بعتبروا هني كائنات هيك أعلى منهم هني بكتبوا عن الحب وعن هيك بس هني هيدا الشي مش ممكن يحصل لأقلهم مع أنه أنا بحس بالعكس أنه الشاعر هو شخص بيكون كثير يغرم لأنه بيكون مرحب الأحساس يعدد علاقاته يعني يغرم بس هلأ يغرم بوحدة يعني كمان نوركا هيدا قلتلك يا عمال فكرة لأنه ما بحب التعميم يعني دايما في نساء هيك وفي رجال هيك حتى ما نظلم وطالما نحن مخلصات فكمان في رجال مخلصين صح؟ إن شاء الله نبا قلتلك صح كثير فحقول نقات قصيدة لسعيد عقيل غنتها فيروز بتأكد نظرية هذه المرأة التي لا تمس الغير محسوسة مرخا على الشعر شال لرندلة هلا هلا به بها بالجمال من يا حباب الكؤوس من جملك من فصلك حلوا كحلم العروس لم ثنية تشتكي ثم تغيب هم يا حبيب بلوني الليلك هم لا تقرب يدا هم بالنظر أبقى الأثر ما لم يزل موسدا يا طيب شال تلم عنه النجوم وبيه موم لأن يرى أو يشم قيد لي موعد في ظل شال ترى الخيال سكنة ومستنجد ما لي سألت الزهر عن منزلي فقيل لي هناك خلف القمر هذه أنه بتدل على شو عم قول عن سعيد عقل اختصارت عنده كتير أكيد أغاني وكتير قصائد بشارة الخوري الشاعر بشارة الخوري شاعر طبعا مش الرئيس أكيد الرؤساء يموتون وسياستهم بتموت ولكن الشعراء لا يموتون ولكن الشعر لا يموت نعم بشارة الخوري من أهم الشعراء اللي مروا على لبنان وسمي بالأخطل الصغير مثل ما بنعرف وأيضا لقبة بشاعر الحب والشباب شاعر الصبا والهوى والجمال كان هيك شعره خفيف سريع بسيط معاني خفيفة ولكن هيك بتنقر يعني بتوصل الهدف اللي بده إياه وتدهش الحقيقة قصر أغانية أو قصر شعره جاء من أجل الأغنية لأنه غنيت أكثر قصاده الأغنية بتعرف بده شعر أصيره سريع أكيد عبوخور سريع يعني فنقيت كمان ما أعطي على الأغنية الصغير غنتها فيروز السيدة فيروز مثل يعاقد الحاجبين هذه لقاله بشارة للخورة يعاقد الحاجبين على الجبين اللجيني إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين خياله تمر قفز غزال بين الرصيف وبيني وما نصبت شباكي ولا أذنت لعيني تبدو كأن لا تراني وملء عينك عيني ومثل فعلك فعلي ويلي من الأحمقيني مولايا لم تبقي مني حيا سوى رمقيني جفنه علم الغزل للحنها محمد عبدالوهاب وغنتها كما فيروز على فكرة وغنيها الكثير من المغنين من أجمل ما قيلة في الغزل جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل ونشدنا ولم نزل حلم الحب والشباب حلم الزهر والندى حلم اللهو والشراب هاتها من يد الرضا جرعة تبعث الجنون كيف يشكو من الضمع من له هذه العيون أشعل النار حولنا فغدونا لها دخان قل لمن لام في الهوى هكذا الحسن قد أمر إن عشقنا فعذرنا أن في وجهنا نظر تخيل لي قديش حلو هيدا الغزل لبشارة الخوري اللي غنها محمد عبدالوهاب وغنتها أيضا السيدة فيروز وتحسينها لأنه سهلة كمان سريعة وقريبة من كل شخص ممكن يسمعه وهينة سهلة وتهدى لكل مرأة تهدى لكل مرأة هذه اللوتش هذه عملها على مجزوء خفيف يعني كتير سريعة وكتير تنحفظ كمان إذا بعد عنا وقت كمان رح نحكي عن الشاعر محمود درويش والمرأة في شعره والغزل بعد معنا سبع دقاي نحي من عنا شعري منيح يوم عن تناكي كل الوقت لنسمع الشعر الحلو عن الغزل ونخلص موضوع الغزل على الأقل لأنه أخذ كتير معنا وقت وأظن كمان ما رح نخلص حتى لو حكينا لأنه في كتير شعرة ما بدنا نظلم يعني كتير شعرة لازم لحاله نعملهم حلقات ونضوي على الغزل وعلى الوطن وعلى الآخرين أكيد فأذن محمود درويش مثل ما بتعرفي زينا والمشاهدين بيعرفوا أنه عرف كشاعر وطني شاعر تبنى قضية وطنه وهو فلسطين وأيضا قضايا الظلم بكل العالم فكان شاعرا أمميا هلأ تعودنا عليها أنه يتكلم عن الوطن يتكلم عن الأرض يتكلم عن إذا تكلم عن المرأة بيجي شكله على شكل تراب على شكل القضية المرأة الأم اللي ودعت شهيد المرأة الحبيبة النازحة الغائبة المشردة في أنحاء العالم هذه المرأة الفلسطينية اللي حكى عنها محمود درويش أو المرأة العالمية هكذا كان شكله إلى أن نرى أنه بمطرح أو بسرير الغريبة لو أننا إذا بنا نحدد بهذا الكتاب اللي عمله بالتسعة وتسعين نرى أنه محمود درويش عباله كان يفصل هذا الرجل الوطني عن الرجل للرجل الرجل لأنه ما بده قضية وطنية وخلص حكينا عن كل شيء عن العلاقة الحقيقية بين الرجل وامرأة بالضبط أنه بدي يكون رجل بدي يحكي عن هذه المشاعر الحميمة ربما الذكورية بمطرح وطبعا الإنسانية عن امرأة فتحول إلى هذا المكان ولكن منظلنا نشوف حتى المرأة عالجها بإنسانية عالية يعني كانت نبيلة كانت معالجته إلى كانت رفيقة رفيقة درب رفيقة موقف عرفته ولم تكن فقط أنثى السرير يمكن تشبه المرأة العربية بما قطعت فيه بحروب وبمشاكل وكانت الأم والزوجة والأم الشهيد يعني مش ممكن كمان تكون النقلة يمكن كتير قوية لشاعر شاف المرأة يوم ما بهذه الصورة يرجع فجأة يختلف كليا صحيح بالضبط لو قلنا قسمنا هيك النساء عند محمود درويش سنرى أنه المرأة مثلا الأم تغزل بها الأم فقال أحنو إلى خبزي أمي اللي حفظناها أحنو إلى خبزي أمي وقهواتي أمي وتكبر فيها طفولة يوما على صدر أمي إلى آخرين اللي غنيها مرسل خليفي هذه القصيدة تغزل بها بأمه فكمان الأم هي غزل يعني مش فقط ضرور الأنثة الأخرى يعني اللي هي بينتهم في مشاعر أو الحبيبة أو المعشوقة أو هيك أيضا تغزلها بالمرأة المعشوقة ربما المعشوقة ولكن لم يأتي غزلوا فقط مثل ما قالنا أنثة يعني من جسد ومشاعر وسرير فجاءت وبالرغم في ملاحظة لاحظتها كمان بالبحث عن محمود درويش بالرغم من كل النساء الأسماء اللي ذكروا بقصائده يعني إذا بحبش وتفتش عن أسماء نساء ريتا فاطمة ماريا خديجة سوزان كله لمرأه ولكن بالرغم من كل هؤلاء الأسماء نحن لا نرى شكل معين مجسد لأمرأة محمود درويش يعني هلأ إذا بدأت خالق يا الأنوياكي كيف شكل المرأة اللي بحبها محمود درويش معنا فكرة لم يصورها بشكل معين بالرغم من تعدد الأسماء ربما لأنه كانت تجارب عطفية سريعة لم يتشبث بأمرأة واحدة أو يتعلق بها لم يسمع لأنه يمكن ما قدر رسم امرأة واحدة نقدر نشوفها من خلال شعره أنه هذه هي المرأة يلي بحبها أو يلي يمكن نعم فهذا بدل نحكي عنها بشعره هي دل على العلاقات ربما سريعة ما بدي أظلم أو ما بدي بس من خلال الشعر بتفهم الشعر شعر هو مرأة الشعر على كل حال إذا مفروض يكون هيك حقيقي تمازق مثلا في قصائد تمازجت بها المرأة والأرض المرأة والقضية تمازجت وتوحدت مثل أغنية لغنتها أميمة الخليل تكبر 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 فمهما يكن من جفاك ستبقى بعيني ولحمي ملاك تكبر تكبر وتبقى كما شاء لي حبنا أن أراك نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر أكثر هون بتقولي عمي بلج بامرأة كيف رجع للأرض نسيمك عنبر وأرضك سكر وأني أحبك أكثر فأكثر توحدت هون المرأة وتوحدت الأرض بقضية وحدة فينا نقول بالشعر الحديث اللي هلأ من أصدقائنا الشعراء لبعض المكرسين واللي تركوا وما زالوا يتركون أثر جميل جدا بشعر الغزل في عندك شعر الغزل الصوفي هيدا بنا نعمله حل ألحاله في عندنا إذا وديقول مقطع قصير لشعر مصطفى زبيتي أسو بيسمح لي لهو بي أكير تحية كثير منشير له ما عم بعمله دعاية ما بيقبل أصلا بس أنا عنده قصيدة حلوة بيقول نذرت حبي لمن قلبي لها خفق وضوء عيني لمن أضحط لها حدق سمراء فاترة العينين حالمة كأنما الشعر من أهدابها خلق حبيبتي لو سرت في الليل صار ضحا أو في الصحارة كست كثبانها حبق وكذبوا الليلة أن الصبح يتبعه حتى أراها فأدري أنه صدقة ففي قصائد كثيرة لا يمكننا أن تحية كثيرة لولتي كلوركا ولقلك طبعا يعني أنه كمان فأبي من الشعراء اللي كان يكتب لماما قصائد ويكتب لكل النساء يعني فقط يبدل أسماء هوا الشعراء هيك زينا ما منه ظلمهم بس نحنا مبسوطين فيهم لأنه يحب النساء لأنه كل ما يحبه كل ما يمكن يطلع شعر أحلى أو أحاسيس مختلف وكلام مختلف وللعجب أنه يقنعون نساءهم بأنه هن يحتاجون لأمرأة اللي كي يكتبوا فالنساء بيقبلوا بأنه الرجال أنه يعشقوا نساء نسوة أخريات غير نساءهم كانوا لي يكتبوا أنا طيب حبيبة كتب حب اللي بدك بس كتب فهيدي إشارة لأنه بفهموا علي الشعر اللي عم يحكوا هيكي والنساء الله يساعدهم النساء الشعراء عن نساء المبدعين طبعا نساء المبدعين قدي بيعانوا أكيد طبعا أنه أكيد بيعانوا كتير وقت يكونوا مع المبدعين يعني وقت يكونوا هن يعني فيه رجال عايشين معهم هلقد عندهم إبداع قوي أكيد أنه مزاجية عالية طبعا ولا يعني لا تستطيع تكبيله صحيح أنا مش ملكيك صحيح عرفت كيف على فكرة عم بشير لهذا الموضوع صديقنا شوقي بزي عم بيعمل الكتاب حول فكرة المبدع وزوجته والوجه الآخر يعني هذا اللي شايفته هلقدي طري هلقدي حساس بكته هلقدي شعر شوفوا شو بيعمل بالبيت مع زوجته لا تلكلشي على كل حال لوركا لا تلكلشي بالحياة يمكن أوقات فيه أشخاص بيكون عندهم مكان معين بالحياة بكل الميادين بتبعطيتهم طابع معين بيكون طابع مختلف كليا بالبيت أو مع زوجته أو مع ولاده أو مع حياة لشي وهذا الشي بيبقى الوجه الآخر الوجه الآخر لكل إنسان شكرا لك لوركا على هالفقرة اللي بستمتع فيها أسبوعيا نشوفك نقل رد الأحد المقبل مع موضوع جديد شكرا لك ولا مشاهدي جديد